طيب هارجع لو اتكلم على مباراة الاهل والنجم فيه شيء كان مميز كمان بخلاف طبعا الحضور الجماهير المميز ودور الجماهير في تشجيع الفريق محمد الشناوي التطور الملحوظ اللي حدث خلال الفترات الاخيرة لمحمد الشناوي في مركز حراسة المرمى على اعلى مستوى في بعض التفاصيل الفنية ممكن تاخد بالك منها تقول لا فيه شغل ابتدى يبقى متميز جدا في هذا المركز ده حديدا وده هيكلين عكاس ايجابي طبعا على منتخب مصر في الفترة اللي جاية فكرة انك بتطلع على القورة في التايمينج المزبوط نقل الهجمة بشكل مميز جدا انبارا لاحظنا ان محمد الشناوي كان حريص على ان كل ما تكون معايا واول ما بيستقبل اي قورة من هجوم النجم الساحلي يعمل دايما الهجمة المضادة هنا انت بتتكلم بقى في حضور زهني مميز جدا لحارس مرمى الحمد لله وصل لمستوى عالي جدا تطور في المستوى الفني والزهني والبدني مميز جدا الارتقاء بادائك الفني وكمان انك اصبحت بتتغاضع عن اخطائك اللي كانت ممكن تحصل في فترات سابقة وبتتعلم منها وبتوصل لمرحلة انك بقيت عنصر مؤسر ان الفريق يستفيد بوجودك ويخرج فايز بالمباراة دي نقاط لازم نقولها حقا بصراحة بالنسبة لتوماس بينك المدرب الحراس وايضا كمان محمد الشناوي الفترة الاخيرة اللي عامل موسم حتى هذه اللحظة ممتاز جدا وانا بقول ده لان محمد الشناوي مبارح طبعا كان تعرض لكدمة وخطة قوية جدا في الجزء الاخير من المباراة لكن قدر يكمل المباراة ويتحامل على نفسه عشان كمان يكون فيه تغيير تالت هجومي وينزل اليو باجي في الجزء الاخير من المباراة ويكون فيه عنصر اضافة مع الجهاز الفني في الاستفادة من التغييرات نهاردة طبعا الشناوي عمل اشع وان شاء الله الفترة الجاية هيكون سليم وهيكون موجود ان شاء الله مع البعثة في مباراة الهلال السوداني